طيب أنا مش عارفة أقول إيه واضح إن الحلقة مش هتكون آخر حلقة عن الاهتمام يعني أنا جيت للحق أنا متوجع يعني أنا أرجوكم إنقذوا بيوتكم أرجوكم إنقذوا بيوتكم كده يعني ده لله يعني إنت لو قاعد بتبص في الموبايل بتاعك أو منتظر الماتش أو لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك يعني لو قاعد على قهوة قوم لو سمحت إلحق بيتك أنت ربنا سبحانه وتعالى مش جايبك هنا عشان تسيب كل حاجة تتحل بالزمن مفيش حاجة تتحل بالزمن هتتحل بإنك أنت تقوم بواجباتك تقوم بواجب عليك وعا تقول لي أنت مشغول أو أنت وعا تقول لي أن أنت مشغولة ربنا بيوسع عيد هيكلت وقتك عيد تنظيم وقتك مرة تانية أنا بقول لكم إحنا عندنا تجارب وعندنا أبحاث بتقول إن إحنا بنعيش أربعة في المية من حياتنا بس وستة وتسعين في المية بنعيش حاجات ولا ليها لازمة وحاجات مش حياتنا أرجوكم استردوا استردوا تاني مرة تانية الدفء والحب والأمان في البيوت أظن أن البيوت بتنادي عليكم أقول لكم حاجة بقول سواء للزوج أو للزوجة مش هينفع أن البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى ملاب المدد وملاب النور يجي يشاهد عليكم يوم القيامة البيوت الباردة اللي ما فيهاش اهتمام ده واجب عليكم منتوا الاتنين ترجعوا الاهتمام إليها ترجعوا الدفء إليها والأولاد اللي مشاعرهم هتتجمد وخاطرهم هيتكسر مسؤوليتكم منتوا الاتنين اتقوا الله سبحانه وتعالى انت استمري في الخير اللي انت بتعمليه وأنا مش هقولك لا تهجري ولا كمان تتطلقي لكن هقولك حي واحدة بس تعالوا انتوا الاتنين زي مأمركم الله سبحانه وتعالى تعالوا للخبير تعالوا للحكيم تعالونا نتكلم مع بعض أنا عارف ان فيه وجعة وانا عارف ان فيه حد ظلم بس مش كل محد بيظلم لازم تكون هي دي النهاية احنا عندنا حاجة اسمها اسباب كتيرة بنكمل عليها وعلى فكرة انا مش بقولك ان انت تتظلم وترتب الظلم لا تعالي نعدل مفهوم الزواج عند زوجك وان الزواج ما بيدرش على حد الزواج بننتقل فيه من الانا الى النحن وان زيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نحس بان احنا قدي ايه مع بعض وعشان كده عشان ننتقل من الانا الى النحن كل واحد فينا راعي راعي يعني ان ندمج وبقى مسؤول عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى في بيوتنا لا احنا انامل حلقات تانية احنا انامل حلقات تانية عن الاهتمام لان واضح ما ينفعش ان كل الاسئلة اللي جاتلي كلها بتتكلم عن الاهتمام احنا نفضل نتكلم في الموضوع ده احنا عندنا بيوتنا مش بس امن قوم احنا بيوتنا ضرورة حياتية وعبادة ربانية البيوت عندنا مساجد ما ينفعش نخرب المساجد البيوت عندنا بنقبض ربنا فيها واحنا نستمر عشان نعمر بيوتنا حضرة النبي لما قال لنا لا تجعلوا بيوتكم قل مقابر ويجعلوا لها حظة من الصلاة ما كانش اصد الصلاة بس كان اصد كمان الخلق والاهتمام والرحمة والمواد ده والسكينة لازم ترجع بيوتنا مرة تانية فيها امان فيها اهتمام فيها احترام فيها تأذير واحنا هنساعدكم وانكون معاكم واحنا حسين ان ده واجبنا وانشتغل عليه ان شاء الله يا رب املى بيوتنا يا رب امان املى بيوتنا اهتمام املى بيوتنا احترام املى بيوتنا تأذير وجعلنا يا رب مدد لأهل بيوتنا لا فينا واحد يتجرح ولا فينا واحد يتكوي ولا فينا واحد يتوجع ولا فينا واحد يحاول يقضي على حياة ولا فينا واحد يكره ولا يحبط يا رب اجعلنا سند لأهل بيوتنا عشان بيوتنا تكون مسبحة بحمدك ومسبحة كمان وحمدك وشكراك على نعمة ان انت جعلتنا بيوت وجعلتنا أسر تحفظنا وتحمينا من تقلبات الأيام ونبضل دايماً في مددك يا جميل يا ودود يا رب العالمين